اشتركوا في القناة 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 سبحان الله الاحسان لتفعل قرآن عن سنة الاحسان الاحسان أيضا يعني الإكسرة تقوم بصلاة وتقوم بنافلا هذا هو إحسان حج تقوم بعمرة هذا هو إحسان تقوم بجدك تقوم بإكسرة على صدقة هذا هو إحسان ورأي الاحسان لتقوم بإكسرة Racing حتى قال إذا ظبحتم فأحسن الزبحة إن الله كتب الإحسان على كل شيء قال إذا ظبحتم فأحسن الزبحة وإذا قتلتم فأحسن القتلى ف genergreat ح range إحسان أنه صعد إنه بعض الحكم للحكم ويتائذ القربة اللعنفاتك بإيتاء يعطيهم 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 من ثنانك رائعهم أبحث عنهم بإيتاء أيضا بإيتاء يتمكن بإيتاء يا رائعين سبحان الله وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءَ حي فربيد ذأسفر من فواهش إيه نمي أي أمور يعني وانهه حرام أو ما أي شخص أو ما أي حالية علاقة اخرى إني فحشاء ذي اللي هي الشامفوين أخرى فحشاء منزه زينا وينهي وينهي فربيدزا وإني حرام لكم وينهي المنكر لكي منكر أي شيء الإسلام عملا لا اشعر المنكر كالاقف كذب أكبر أسرع الإسلام آخر إلح Leyه الزور الظلم أوبريشان في الواقع وأنها عن الفحشاية والمنكر والباقي ترانسيقلس و الله سبحانه وتعالى يعني عندما قال أن الله يمر بالعدل كما قالوا للشبه الله سبحانه وتعالى لا تقلق أي شخص يقول الله سبحانه وتعالى وكما قلت بالعباك قلت بالعبادة 차ان في العبادة وكان كبير من الأشوال Lots Wow وكما تقلق عليهم جميعاً الإحسان فإنكت بالإفطار ولما تقلق الأشوال ويعيما ت practice سبحانه وتعالى أمرنا قل وقول لعبادة يقول التي أحسن say the best do the best في العبادات وصلة الرحم and he forbade us from any kind of filthy stuff قبيح anything bad prohibited سبحانه وتعالى anything الشرع our شريعة prohibited and forbid us to do it be away from that كفر disbelief and being disobedient to Allah سبحانه وتعالى and oppressing people taking their rights تعد على الناس بالأخوال والأفعال and Allah سبحانه وتعالى يعيذكم Allah سبحانه وتعالى he is reminding us لعلكم تذكرون be mindful if what Allah سبحانه وتعالى says why because if you follow the order of Allah سبحانه وتعالى his orders that's good for your own benefits لعلكم تذكرون be mindful لعلكم تذكرون good for your benefits and he forbids us why because because he Allah سبحانه وتعالى almighty does not want us to be harmed the harm must be removed there is no harm in Islam so if Allah سبحانه وتعالى is giving you order and forbid you from doing things he's giving you order for your own benefit إن الله يمر بالعدل justice والإحسان be good وإيتياد القربة to take care of your relatives وينهى عن الفحشاء he forbids you from الفحشاء the shameful acts والمنكر إن كانت في حرام والبغي transgression why because that's gonna harm you now understand from this verse number 90 three things do it and three things don't do it if you do these three things الإحسان وإيتياد القربة إن الله يمر بالعدل justice الإحسان being good وإيتياد القربة think care of your relatives be mindful that will be for your own benefits you got it وينهى and the prohibition from what three things وينهى عن الفحشاء illegal sexual intercourse or shameful acts or anything filth or bad whatever والمنكر إن كان الإسلام انكره doesn't like it it's not good in Islam والبغي transgression why because if you will not do that be mindful that's gonna harm you if you do it six things today we learn it very important in this verse سورة النحل number 90 do and don't and this is الإسلام افعل ولا تفعل خلاص خلاص تشتغل كلها and that revelation which is القرآن الكريم is very important for our life الله سبحانه وتعالى when he gave you order this for your own benefits and he said he forbids you from doing something this is also to not to be harmed والضرر الوزال لا ضرر ولا ضرر in Islam there is no harm in Islam to your own self to others in Islam and look for your مصلحة your benefits this is very important your shortcut الله سبحانه وتعالى is giving to you look for your own benefits and anything can harm you avoid it this is what Allah سبحانه وتعالى stilling to us in this سيدة مصنع الله عز وجل أن يتقبل مننا ويقوم صالح الأعمال ربنا تقبل مننا وغفل لنا وارحمنا وعافنا وعاف عنا واهدنا واصلنا واجبرنا يا أرحم الرحمين عافنا في أسمعنا وأبصرنا وابدلنا محيتنا واجعله الوارثة منا ولا تجعل مصيبتنا في دننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا رب يسلنا الخير إنما كان واصرف عنا يا ربنا شرور الإنس والجان يا أرحم الرحمين وتوفنا وانتراضل عنا وثبتنا وثق الموازننا وحقق إيماننا وارفع درجتنا نسألك العلم من الجنة نسألك مجيبات رحمتك وعزائي من مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنمة من كل برن والفوز بالجنة والنجاة من النار اغفر لنا يا ربنا ولوالدين ولمن كان له حق علينا اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات لك يا رب سميع قلب المجيب بالدعوات وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله والصحب والسلام جزاكم الله خيرا